ليه تشتري بالغالي وانت ممكن تشتري بالرخيص بس اهم حاجة الفكرة الفكرة في ايه بقى انا بجيب ازازة المعتر الكبيرة دي بخمسة وعشرين جنيه ومعتر خام طب انا كنت جابة بقى الازازة اللي هي نوعها فريدة دي جيب تلاتين جنيه معايا بقى الازازة الكبيرة دي هتملة فريدة دي مرتين ونص وجايبها بخمسة وعشرين جنيه والريحة ما اقولكوش عم تجربة جميلة جدا وتحفة وبرحة الخوخ بقى مش عايز اقولكو فضيعا بقى مجيبان لي يا بقى الازازة اللي هي الاديمة اللي عندي اللي بتاعة فريدة دي باملى نصها او التلتين واملى التلت مية وابدأ ان انا ارجها كده زي ما انتم شايفين ما بستعملش المعطر خام لازم احط عليه مية ليه لاني برشي كده على المفروشات والستير وعليشان ما تبقعشي فلازم كده ازودها بالمية ودي فكرة حلوة جدا للتوفير معاك بدر ما تروح تشتريه بالغالي لا اشتريه الازازة كبيرة كده وحطي دايما فضي كده في اي بخاخة عندك وزوده كده مية والريحة بقى ما اقولكوش لو عجبكو الفكرة ما تنسونيش بقى فيكس بلور بحبكو اشتركوا في القناة